استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر الإقضبية معالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي المستشار بالدوان الملكي وزير البترول والثروة المعدنية السابق بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يزور مملكة البحرين حاليا أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن علاقات الأخوة والتعاون بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تشهد نماء مستمرا على كافة المستويات وتزداد قوة ورسوخا ارتكازا على ما يربط بين البلدين الشقيقين من صلاة قوية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ وروابط تقوم على المحبة والقربة ووحدة المصير وقال سموه إن ما يربط بين بلدين الشقيقين علاقات لها خصوصيتها وركائزها التاريخية الوثيقة ونقدر ونعتز بمواقف المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا الدعمة لأمن واستقرار مملكة البحرين وأكد سموه حرص مملكة البحرين على تطوير أضر التعاون المتميزة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والارتقاء بها بالشكل الذي يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين في مزيد من الازدهار والتقدم ونوه سموه بالدور الحيوي الذي تقوم به المملكة الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل السعود عاهل المملكة العربية السعودية في تعزيز التكامل وتضامن بين دول وشعوب الأمتين العربية والإسلامية في ظل ما تمثله المملكة العربية السعودية من مركز ثقل إقليمي ودولي يحظى بتقدير الجميع وقال سموه إن المملكة العربية السعودية الشقيقة بمواقفها المشرفة وحكمة قيادتها منذ عهد الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل السعود طيب الله ثراه وصولا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة استطاعت أن تشكل سدا منيعا يحمي الأمة من الأخطار التي تحيط بها وتهدد أمنها واستقرارها من خلال سياسة تعلي من قيام التعاون المشترك وتدعم وحدة وسيادة البلدان العربية والإسلامية وأشهد سموه بجهود خادم الحرمين الشريفين في قيادة مسيرة التقدم التي تشهدها المملكة العربية السعودية الشقيقة في كافة المجالات مؤكدا سموه أن المملكة الشقيقة كانت وستظل سند القوية والمتين لأشقائها في مختلف الظروف من ناحيته أعرب المهندس علي بن محمد النعيمي عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدان الشقيقين مشهدا بما يتمتع به سموه من رؤى حكيمة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية الأملذ يعكس ما لدى سموه من خبرة متميزة في استشراف أفاق وتحديات المستقبل وأكدا العلاقات البحرينية السعودية تشكل نموذجا لعلاقات الأخوة والتعاون بين الأشقاء مشهدا بما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتقدم في مختلف المجالات في ظل قيادتها الحكيمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر